السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأعزائي طلبة وطلبات الشهادة الإعدادية في ربوع مصر العامرة أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم المتميز برنامج مدرسة على الهواء في مادة اللغة العربية أسأل الله القدير أن يجعلنا سببا في تيسير كل عسير عليكم بإذنه تعالى بدأنا حلقات المراجعة بتاعتنا بمراجعة النحو ثم أكملناها بمراجعة جزء من النصوص ثم مراجعة القراءة في الحلقة السابقة النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض مراجعة باقي النصوص اللي موجودة معنا في هذا الفصل الدراسي مع طبعا جزء أو بعض القطع والتدريبات النحوية اللي موجودة معنا بإذن الله تعالى نبدأ إن شاء الله مع النص الأول معنا من نص آيات العلم طبعا قبل ما أبدأ فيه النص النص هو طبعا للشاعر محمد الهراوي هو أحد رواد شعر الأطفال في العصر الحديث بيتحدث في هذا النص عن أهمية العلم وعن فضل العلم وعن بعض التطبيقات التي اتخذها العلماء واستخدموا فيها العلم نبدأ مع بعض كده ربوا بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم فالعلم خير قوامي والعلم مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطان سؤال الأول زي ما احنا متعودين دايما بيجيل المفردات بكذا شكل طبعا زي ما هنشوف مع بعض ألف وضح معنى هذبوا وكلمة قوام ومفرد المعدمين وجمع الدنيا معنى كلمة هذبوا أي أدبوا أو ربوا وكلمة قوام معنها عماد أو أساس ومفرد المعدمين المعدم بفتح الدال وليس بكسرها وجمع الدنيا طبعا الدنى طيب سؤال إضافي ممكن يقول لي في الاختيارات وما مذكر كلمة الدنيا طبعا مذكر الدنيا الأدنى السؤال اللي بعد كده اشرح البيتين بأسلوبة أنا مش عاوز طلابي يتدايقوا من موضوع الشرح شرح الأبيات كل المطلوب منك أن أنت بتقرأ الأبيات وما فهمته من الأبيات قولوا في الشرح أو في إجابة السؤال اللي معا احنا بدأنا بالبيتين الأولين ربوا بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم فالعلم خيره إيه قوية طبعا يبقى يدعو الشاعر الآباء والأمهات إلى تربية الأولاد وتهذيب الفتيات بالعلم يطرى ليه فالعلم أولى درجات النهوض بالأمم ويدلل الشاعر على أهمية العلم بالنسبة للأفراد فهو مال الفقراء الذين لا يجدون رفاهية العيش فيغنيهم فالعلم سبيل الرفعة والتقدم سؤال الثالث زي ما احنا متعودين أيضا بيأتي مع مظاهر الجمال ما الجمال في قول الشاعر العلم خير قوام طبعا فيه هنا أكتر من مظهر جمال موجود معنا العلم خير قوام هنا تشبيه أو تصوير للعلم بالعماد كما أن الجملة على قطة بما قبلها تعليل لما قبله بتين تانين من نفس النص برضو معنا يقول الشاعر وأخ الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام والجهل يخفض أمة ويذلها والعلم يرفعها أجل مقام ألف وضح معنى حسام وجمع كلمة العلم ومضاد يذلها طبعا كلمة حسام المراد بها أو معناها سيف وجمع العلم العلوم ومضاد كلمة يذلها أي يعزها ويكرمها باء في الأبيات الأثر الواضح للعلم في نهضة الأمم ومقارنة بين الجهل والعلم وضح ذلك هو هو نفسه طبعا سؤال الشرح شرح الأبيات ولكن هنا بيدينا السؤال بطريقة مباشرة بيعني فيها بعض من المساعدة لشرح الأبيات يبين الشاعر بالطبع أضرار الجهل وأثره على صاحبه حيث إن العلم هو سلاح لكل من يبغي الرفعة والتقدم والجاهل مثل الجندي الذي يحارب بغير سلاح أما المقارنة بين العلم وبين الجهل فتأتي بأن الشاعر يقارن بين الجهل والعلم فالجهل سبب في تأخر الأمم وإذلالها زي ما شفنا فيه شطر البيت والجهل يخفض أمة ويذلها أما العلم عكسه أما العلم فهو السبيل إلى التقدم والرقي ويرفع قدرها والعلم يرفعها أجل مقامي طيب لو رجعنا تاني كده مع بعض ليه النص والأبيات اللي احنا قلناها في قول الشاعر وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام والجهل يخفض أمة ويذلها والعلم يرفعها أجل مقامي لو شفنا بعض المظاهر الجمال اللي موجودة في البيتين دون عندي وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام جاءت في إحدى المحافظات في العام الماضي وقال له على ما تدل تلك الجملة أو تلك العبارة وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام طبعا بتدل على مدى ضعف الجاهل في هذه الحياة طبعا المحارب بلا سلاح يذهب إلى الحرب طبعا بيكون ضعيف جدا فبيكون مصير الهلاك أو الموت كذلك الجاهل في الدنيا فسلاحه المفروض يكون العلم فهو يعيش في تلك الدنيا بغير إيه؟ بغير سلاح إذن تعبير يدل على مدى الضعف الذي يعيش به إيه؟ الجاهل طيب كده بس يا مستر لا فيه كمان تصوير في البيت وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع هنا تصوير صور الجاهل بالمحارب الذي يذهب إلى الحرب بدون أو بغير إيه؟ بغير سلاح كمان عندي جملة وأخو الجهالة تصوير صور الجهالة بأخ ملازم للإنسان ليه للإنسان الجاهل؟ طيب البيت الثاني معنا والجهل يخفض أمة ويذلها والعلم يرفعها أجل مقام طيب يا طرق إيه مواطن الجمال اللي ممكن نطلعها من البيت اللي موجود معنا هنا عند الجهل يخفض أكيد فيه هنا تصوير صور الجهل بأنه إنسان يخفض أو بقوة تخفض لإيه؟ الأمم طيب كلمة أمة يا طرح نكرة ليه؟ طبعا نكرة تفيد العموم والشمول أو ممكن نقول نكرة تفيد التحقير والجهل يخفض أمة ويذلها طيب عطف كلمة يخفض على أو كلمة يذلها على كلمة يخفض أداة العطف اللي موجودة الواو طبعا العطف بفي التأكيد لإيه؟ تأكيد المعنى يا طرح إيه المعنى المقصود؟ المعنى المقصود هنا هو ضرر الجهل على الإيه؟ على الأمم ده مش بيخفضها وبس لا مش بيدنيها وبس ده بالعكس ده الجهل بيخفضها ويؤكد هذا الخفض بالإيه؟ بالزل فيزل الأمم بين بقية الأمم والعلم يرفعها أجل مقام أيضا تصوير آخر صور العلم بأنه شيء مادي يرفع لإيه؟ يرفع الأمم طيب هل في ترى علاقة بين شطري البيت الأخير اللي هو الجهل يخفض أمة والعلم يرفعها؟ طبعا في علاقة وهي المقابلة طيب يا ترى إيه قيمتها؟ إيه أثرها في المعنى؟ طبعا المقابلة زيها زي التضاد تؤكد وتوضح الإيه المعنى؟ بس هو في فرق بسيط بين المقابلة وبين الإيه؟ وبين التضاد أن المقابلة تأتي بين جملتين زي جملة الجهل يخفض العلم يرفع دول جمل أما التضاد فبيأتي بين كلمتين فقط زي كلمة الجهل وكلمة العلم اللي اتنين بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضح طيب لو رجعنا بعد كده للنص التاني اللي موجود معانا من نص فضل إيه؟ فضل العلم وده من النصوص التي تأتي إجباري في الامتحان عندنا ثلاث نصوص اللي هي النصوص النثرية وده النصوص اللي بتأتي السؤال الإجباري وطبعا الكلام ده إن شاء الله هنوضحه بكرة في المراجعة النهائية اللي هتكون بإذن الله من الساعة 4 للساعة 6 زي النهاردة طيب من نص فضل العلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم ألف هات مرادف سلكة ومضاد كلمة رضا وجمع كلمة الجنة طبعا مرادف كلمة سلكة اتخذ وصار طب واحد يقول لي يا مستر ويقصد سلكة الأولى ولا سلكة التانية ما فيه اتنين في الحديث من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة هو هو يوضح لك في الامتحان من سلك طريقا سلك طريقا يبعى معناها اتخذ وصار سلك الله به طريقا يبعى معناها يصر وسهل له له الطريق يبعى مرادف سلكة الأولى المعانة طبعا اتخذ وصار ومضاد كلمة رضا الرضا طبعا عكسها السخط او الغضب وجمع كلمة الجنة جنات وجنان عشان تبقى عارف ان الجمعين عشان ممكن يأتي لك واحد منهم بس في الايه لو جاب لك للسؤال تخير مما بين القوسين يبعى عندي مرادف سلكة الأولى اللي بمعنى من سلكة طريقا معناها اتخذ وايه اتخذ وصار ومضاد كلمة رضا ايه سخط وغضب اما جمع كلمة الجنة فهي جنات وجنان سؤال بعد كده بين ما يرشد اليه الحديث الشريف طبعا يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف الى طلب العلم النافع الذي يكون سببا في دخول الجنة وعلى الانسان ان يسلك كل سبيل من سبل تحصيل العلم فطالب العلم تستغفر له كل الكائنات في السماوات والارض حتى الحيتان في البحار الحديث الشريف على اجماله بيدل على فضل واهمية العلم في حياة الايه في حياة الناس طيب النبي صلى الله عليه وسلم كعادته لما بيؤمرنا بشيء بيعرفنا النتيجة بتاعته حتى يحثنا ويشجعنا على ان نأخذ بهذا الايه بهذا الشيء الحديث الشريف اللي معانا النبي وضح فيه فضل العلم وطالب الايه العلم اولا من سلك طريقا يبتغي فيه علما هيكون جزاء ايه سلك الله به طريقا الى الجنة يعني معنى كده ان العلم هو طريق الجنة ثانيا الملائكة وهي المخلوقات المنزهة عن كل خطأ التي خلقها الله سبحانه وتعالى طبعا بتبسط وتمد اجنحتها تقديرا وتكريما لطالب الايه لطالب العلم وده طبعا فضل عظيم جدا لطلب الايه لطلب العلم كده وبس لا ده كل الكائنات في الكون تستغفر للعالم وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء يعني جملة حتى الحيتان في الماء دي بتدل على شمول كل الايه شمول كل الكائنات حتى الحيتان في الماء وان وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائل الكواك هنا النبي عقد مقارنة بين فضل العالم وبين فضل الايه فضل العابد طبعا فضل العالم بيكون مثل فضل القمر على بقية الايه على بقية الكواكب ده ايضا تشريف تارة ثالث لطالب العلم او للعالم اخر حاجة ان العلماء هم ورثة الايه ورثة الانبياء فالعلماء يريثون الانبياء في ايه هل في الاموال الانبياء لم يتركوا دينارا ولا درهما وانما تركوا وورثوا الايه وورثوا العلم فمن اخذ بهذا العلم اخذ به بحظ وبنصيب وافر وعظيم طيب لو جئنا للسؤال اللي بعد كده ما الجمال في قوله من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة طبعا ده اسلوب شرط فيه حس وتشجيع على طلب العلم وفيه ايضا تصوير للعلم النافع بالطريق الى الجنة وهذا يدل على فضل الايه على فضل العلم من سلك طريقا يبتغي فيه ايه علما طب لو وصلنا شوية الجملة من سلك طريقا كلمة الطريق دي نكرة ولا معرفة طبعا نكرة نكرة تفيد ايه تفيد العموم والشمول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة علاقة جملة سلك التانية بما قبله طبعا هتكون نتيجة لما ايه نتيجة لما قبله سلك الله به طريقا الى الجنة وكلمة علم ايضا نكرة تفيد التعظيم وتفيد ايضا العموم والايه العموم والشمول طبعا الجملة كلها على بعضها او الاسلوب كله على بعضه زي ما قلنا أسلوب شرط بدأ بإيه؟ بدأ بأداة الشرط من؟ وفعلها سلكة وجواب الشرط اللي هو النتيجة سلك الله به طريقا إلى طريقا إلى الجنة وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب يطرى إيه مظهر الجمال اللي موجود معنا في الجملة دي طبعا ده تشبيه طيب تشبيه بإيه؟ سامع طلابي بيقوله يمصدر بيشبه فيه العالم بمين؟ بالقمر والعابد بالكواكب طيب يطرى فائدة التشبيه ده إيه؟ تعظيما لشأن الإيه؟ لشأن العلم لبهذا التشبيه فيه تعظيم وتوضيح لشأن الإيه؟ لشأن العلم وكأن العالم مثل القمر يضيء وينير على بقية الإيه؟ على بقية الكواكب نظر الجمال اللي بعد كده وإن العلماء ورثت الإيه؟ ورثت الأنبياء طبعا للنظرة الأولى للأسلوب اللي معانا هنجد أنه أسلوب مؤكد مؤكد بإيه؟ مؤكد بإنه يبقى أسلوب توكيد الغرض منه إيه؟ التحفيز أو تحفيز الأمة على طلب إيه؟ على طلب العلم لأن كده العالم أصبح له علاقة وسيقة بينه وبين الأنبياء طب إيه؟ طرع إيه العلاقة اللي بين العلماء وبين الأنبياء؟ كلا هما يوصل العلم فالأنبياء لهم رسالة يوصلونها وهي العلوم أو العلوم الدين التي يوصلونها إلى الناس ليخرجونهم من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور والعلماء أيضا لهم رسالة العلم أيضا يخرجوا بها الناس من الظلمات إلى الإيه؟ نور ظلمات الجهل إلى نور الإيه؟ إلى نور العلم لذا ما احنا شايفين مع بعض إن العلماء ورثة الأنبياء ده أسلوب إيه؟ أسلوب مؤكد بإنه فيه تحفيز للأمة على طلب إيه؟ على طلب العلم طيب الجملة اللي بعد كده إن العالماء لا يستغفر له من في السماوات ومن في الإيه؟ في الأرض طيب عندي إن العالم برضو أسلوب توكيد طيب هنا مؤكد بكم أداة الأسلوب هنا مؤكد بأدتين مش بأداة واحدة مؤكد بإنه إن العالم لا يستغفر واللام يبقى ما يقوله أسلوب مؤكد بإنه واللام أيضا الغرض منه الحس على طلب الإيه؟ على طلب العلم طيب ممكن يقول لي ما العلاقة بين كلمة السماوات وكلمة الأرض أيضا السماوات والأرض بينهما إيه؟ تضاد يؤكد المعنى ويوضحه طيب تضاد ولا مقابلة؟ هننسألين من شوية إن التضاد بيبقى بين كلمتين اتنين بس زي السماوات والأرض كبير وصغير أما المقابلة فبتكون بين إيه؟ بين جملتين جملتين كبار كده زي ما قلنا الجهل يخفض أمة والعلم يرفعها أجل إيه؟ أجل مقام طبعا ده بنسميه إيه؟ مقابلة بس الاثنين بيتفقوا في الأثر أو في القيمة إن التضاد بيؤكد المعنى والمقابلة أيضا تؤكد إيه؟ تؤكد المعنى وتوضحه طيب مصر الجمالي اللي معنا بعد كده إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب إيه؟ لطالب العلم برضو الأسلوب هنا مؤكد بإيه؟ بحثنا نسألين بقى من شوية إن طبعا واللام في كلمة إيه؟ لتضع إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وأيضا في هنا تجبيه شبه إيه؟ شبه الملائكة وكأنها طيور لها أجنحة والغرض منه رضاء الملائكة عن طالب إيه؟ العلم طب ممكن يا مصر أن نقول الغرض منه تقدير الملائكة لطالب العلم ممكن نقول فيه تقدير أو تبيين لتقدير وتكريم الملائكة لطالب العلم طيب سؤال جميل جدا ممكن يجلنا على النص ما الميراث الذي تركه الأنبياء عليهم السلام يا ترى الأنبياء تركوا لنا أي هل الأنبياء تركوا لنا الدنار وتركوا لنا الدرهم أم ماذا تركوا طبعا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن الأنبياء لم يتركوا دنانير ولا دراهم ولا شيئا من حطام الدنيا وإنما تركوا العلم النافع والهداية التي يستطيعوا بها الناس طيب ممكن يجيدي سؤال مهم جدا على الجملة دي ويقول لي هات من الحديث ما يدل على ميراث الأنبياء أو على الميراث الذي تركه الأنبياء هنقول طبعا اللي موجود معنا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم أنا اتصل قال له السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله أزيك يا أحمد أحمد بالملي أزيك يا أحمد عمل إيه أخليك إيه أخبارك وأخبار المذاكره معاك كويس الحمد لله كله تمام يعني؟ جاهز اللي يمتحاني إن شاء الله؟ جاهز اللي يمتحاني إن شاء الله؟ إن شاء الله عندك سؤالة ولا هتشارك معايا؟ هتشارك طيب خليك معايا بقى من نص الايه؟ من نص الكتاب أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب يا عبد هسألك سؤال يا أحمد في البيت الأول أنا من بدل بالكتب الصحابة إيه رأيك في التعبير ده؟ أولا هنا في خطأ أصابه في الشعر بوضع حرف الباق عند الكتب وهنا يدل على تركيل الكتب وليس تركيل الصحابة جميل يبقى كان المفروض الشعر قال أنا من بدل بالصحبي الكتاب صح؟ أهي يمكن الصحب تمام لأن الباق زي ما إحنا عارفين في اللغة العربية تدخل على المطروك والشعر ترك إيه وخاد إيه؟ إنه طرك الكتاب وخاد الصحابة وعمروض كان طرك الصحاب وأخذ الكتاب أهو ترك الصحاب وأخذ إيه؟ وأخذ الكتاب طب سؤال الأخير يا أحمد لم أجد لي وافيا إلا الكتابة ما نوع الأسلوب هنا؟ هنا نافي أسلوب نافي بس في حاجة تانية غير النافي هو بدء بنافي آه وانتهى باستثناء لو إلا تمام أسلوب إيه؟ قصر جمع أعداد النافي مع الأسناء جميل جداً يعني أسلوب قصر يوفيد التوكيد والتخصيص شكراً لمشاركتك معنا يا حبي أنا خارجه زي ما قلنا أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة زي ما زملنا قال إن الشاعر هنا وقع في خطأ وطبعاً جل من لا يسهو أو لا يخطئ طبعاً هو أمير الشعراء له الكثير من الفضل وله قام وقيمة في الشعر ولكن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التواب أنا من بدل بالكتب الصحابة والشعر كان المفروض يقول أنا من بدل بالصحب الكتاب طب إيه الفرق ما من ديت وديت؟ زي ما إحنا عارفين إن في قاعدة في اللغة العربية بتقول أن الباء تدخل على المطروك إيه هو المطروك؟ الشيء اللي أنا سبته بدخل عليه الباء كما قال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ده حكاية عن اليهود لما تركوا الخير وأخذوا الإيه وأخذ اللي هو أدنى منه وأقل إيه وأقل منه عندنا الشاعر ترك الصحاب وأخذ الإيه الكتاب فكان لازم أقول معنا أتصال عبد الرحمن السلام عليكم 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 طيب شايف الأبيات اللي معي أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة صاحب إن عبته أولم تعب عاوز أعرف ما العلاقة بين كلمة عبته ولم تعب يا عبد الرحمن عبد الرحمن ات معي عبد الرحمن ولا الو ايو عبد الرحمن انت معي عبتها ولا متاع بالعلاقة بين الكلمتين ايه ايه تضاد ايو عبد الرحمن انت فين يا عام من زمان يبقى تضاد يؤكد المعنى شكرا لك عبد الرحمن ايو تضاد ايو تضاد يؤكد المعنى طيب نكمل بقى مع بعض صاحب ان انعبته او لم تعب ليس بالواجد للصاحب ايه عابة طيب نشوف الاسئلة اللي معانا هات معنى كلمة بدلة ومضاد كلمة وافيا وجمع كلمة عابة طبعا بدلة يعني غير طب ممكن لو قلنا المضاد بتاعها يبقى ايه ثبتة او ابقى طيب ومضاد كلمة وافيا خائنا وجمع وافيا او فياء طيب جمع كلمة عاب عيوب واعياب طيب ما الفكرة التي تناولتها الابيات السابقة يتحدث امير الشعراء في النص عن اهمية الكتاب مدللا على ذلك بالعديد من الاوصاف والصفات المحمودة التي تتوافر بالكتب والشاعر بسبب هذه الاوصاف بدل صداقة الكتب بصداقة الانسان حيث لم يجد احدا اكثر وفاءا من الكتب فالكتاب لا يعاتب صديقه وان تركه لا يتركه ببساطة خالص الشاعر معايا تصال كمان زهور السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ايه اخبار المذاكرة معاك كويس واخبار النصوص معاك ايه حيوة الحمد الله مزاكرة كويس ايوة ان شاء الله طيب عادك سؤال او تشارك معايا عادة السئل كويس كلمة صاحب في الابيات اللي معايا دات يزور كلمة صاحب دي نكرة او معرفة صاحب ناكرة ناكرة تفيد ايه تفيد التعظيم جميل جدا طيب ممكن تقول لي ايه التصوير اجاز اجاز بحث في المبتدأ اصلا هو صاحب طيب اجاز بحث في ايه المبتدأ هو ايه هو صاحب جميل جدا طيب كلمة عابة بقى بالمرة ناكرة او معرفة عابة ناكرة تفيد التقليل جميل جدا طيب صاحب انعبته ما التصوير الذي صور بيه الشعر الكتاب هنا صور الكتاب بالصاحب لم يذكر عيوب احد طيب ممكن تقول لي ايه الصفاتين اللي في البيتين اللي موجودين معايا اللي خلو احمد شاوي يختار الكتاب صديقا له ان الكتاب وافي لصاحبه طيب والكتاب لا يذكر عيوب احد جميل جدا الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا زور شكرا لمشاركتك معانا ماشا طبعا احنا وقفنا عند الفكرة التي يتحدث فيها امير الشعراء عن اهمية الايه الكتاب واتخذ الكتاب صديقا له لان طبعا الكتاب فيه العديد من الاوصاف والصفات المحمودة زي ايه ان الكتاب صديق مقلص وافي لم اجد ليه وافيا الا الكتابة لم اجد مخلصا في هذه الدنيا الا الايه الا الكتاب عشان كده هو تخلى عن الاصحاب والاصدقاء واتخذ الكتاب صديقا له الصفة التانية ان الكتاب صاحب ان عبته او لم تعب ليس بالواجد للصاحب ايه عابة يعني الكتاب مهما ذكرت من عيوبه هو لا يعيبك ابدا صاحبك اللي في الدنيا اللي موجود معاك لو حدث بينكم مشادة كده معايا محمد من المينيا سلام عليكم ازاكا محمد 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 الله كوي ايه اخبار المصوص معاك الحمد الله كوي بتتبعنا ولا لا بتتبعكم معايا الحمد الله كوي تمام طيب عايز تشارك ولا عندك سؤال لا عاوز تشارك عاوز تشارك جميل طيب وضح الجمال فيه لم اجد لي وافيا الا الكتابة اسلوب قصر اردوه التوقيت اردوه التوقيت اردوه التوقيت يميل جدا طيب ايه التفسير اللي هنا يا محمد تصوير تصوير الكتاب باب بصديقة الوافة المخرطة بذل لي اسكر عيوه طيب حسألك سؤال بسيط كده اين عبته ولا متعب العلاقة بين الكلمتين دولت ايه عبته ولا بتعب مقابلة ولا تضاد تضاد كمعنا تضاد تضاد تمام انت طيب ايه الفرق بين المقابلة والتضاد المقابلة بين جملة و جملة تمام التضاد بان كلمة و كلمة والتنين بيؤكدوا ليه والتنين بيؤكدوا المعنى ويوضحوه جميل جدا شكرا لك يا محمد شكرا طيب يعني زي ما قلنا اوضح الجمال في قول الشاعر لم اجد ليه وافيا الا الا الكتابة لم اجد ليه وافيا الا الكتابة اه طبعا هنا موطن الجمال اللي موجود معنا اسلوب قصر يفيد التخصيص ويفيد الايه التوكيد والاهمية طيب يا طرق ايه هي ادات اسلوب القصر اللي موجود معانا هنا طبعا هنا القصر بالنفي والاستثناء لم نفي والاستثناء بايه الاستثناء بإلا طيب هل يا طرق يا مستر فيه اساليب تانية للقصر ممكن نعرفها مع بعض اه فيه طبعا وموجود معانا فيه النصوص اللي معانا اللي درسناها السنة دي عندي اول حاجة فيه انما في قوليه صلى الله عليه وسلم وانما ورسل ايه العلم اي جملة تبدأ بانما ودي خدها قواعد معاك ان شاء الله حتى لما تطلع للمرحلة الثانوية هتفضل موجودة معاك بازن الله عندي من اساليب القصر هديك اللي موجود عندك السنة دي بس عندك بالنفي والاستثناء الجملة تبدأ بنفي ممكن ايه هي ادوات النفي ممكن لم ممكن ما ممكن لن ممكن لا يعني عندك لم ولا وما ولن والاستثناء بإلا او في غير وسوا بدأت بجملة بالنفي وانهتب الاستثناء يبدأ اسلوب ايه قصر زي ما موجود معانا لم اجد ليه وافيا الا الكتاب السلوب التاني بإنما حين تبدأ الجملة بإنما اعلم ان ايضا ده اسلوب ايه اسلوب قصر وفيد التوكيد والتخصيص انما ورثوا الايه انما ورثوا العل طب في حاجة تانية مصدر فيه طبعا في التقديم والايه والتأخير بكتير جدا بنجد ان مثلا الجر والمجرور بيتقدم على المبتدأ او يتقدم على المفعول به تمام يعني عندي مثلا في قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الارض في هنا تقديم وتأخير لكلمة لله طبعا ده جر وايه ومجرور ده بنسميه اسلوب ايضا قصر اداة التقديم والايه والتأخير يفيد التوكيد والايه التوكيد والتخصيص يبا احنا كده عرفنا بعض اسليب الايه القصر نرجع بقى مع بعض لم اجد ليه وافيا الا الكتاب احنا قلنا ده اسلوب ايه قصر يفيد التوكيد والتخصيص للأهمية كمان طيب في تصوير هنا زي ما قالزي مننا من شوية ايه وفي تصوير انه الكاء الشاعر صور الكتاب بالصديق الوافي او الصديق الايه المخلص وده احدى الصفات اللي خلت احمد شوقي يختار الكتاب صديقا ايه صديقا لا طب نشوف بقى مع بعض موطن الجمال التاني انعبته او لم ايه او لم تعب يا ترى ايه اللي فيها طبعا ده اسلوب شرط يفيد الايه يفيد المدح مدح ايه مدح الكتاب لانه بيذكر صفة عظيمة جدا من صفات الكتاب وهي عدم العيب او عدم ذكر عيوب ايه عيوب صاحبة من شوية كنت بقول ان انت لو عندك صاحب في الدنيا او معاك في المدرسة او او ان حدث بينك اي مشدة او اي خلاف مباشرة انت يذكر العيوب اللي انت بتتصف ايه بها لحد تان اما الكتاب لا الكتاب مهما ذكرت من عيوب مهما وديه حطيته شلته رميته الكتاب دائما صديق وفي ومخلص ايه لك بمجرد انت تفتحه يفتح لك اضروعه ويقول لك تزود مما في من العلم ومن المعلومات يبقى دا اسلوب شرط بيفيد مدح الايه مدح الكتاب طبعا وقلنا كمان الكلمتين بينهما تضاد يغضح المعنى وايه ويقوي جميل جدا نيجي بعد كده لابيات تانية من النصوص اللي معاني كلما اخلقته جددني وكساني من حلال فضل ثيابة صحبة لم اشك منها ريبة ووداد لم يكلفني عتابة ان يجدني يتحدث او يجد مللا يطوي الاحاديث اقتضابة فعلا ونعمة صاحب الكتاب كلما اخلقته جددن هات معنى كلمة اخلقته ومضاد كلمة وداد ومفرد كلمة الاحاديث اخلقته ايه قبليته طب قبليته من ايه من كسرة القراءة طبعا او قرأت فيه كثيرا مضاد كلمة وداد الوداد هو المحبة والوصل طبعا عكسها كره وقطيعة مفرد كلمة الاحاديث طبعا الحديث اذكر بعض صفات الكتاب او الكتب التي عددها الشاعر بانمص من صفات الكتب التي عددها الكاتب طبعا الوفاء ولا يعيب احدا ولا ينقص من القدر الكرم كرم انه معطاء دايما يعطي لصاحبه يكسوه من حلال فضل ايه ثيابة الحكمة والخبرة صادق في محبته مخلص مرشد الى الحق والايه الحق والصواب طيب لو رجعنا ليه الابيات اللي معانا كده تاني كلما اخلقته جددني وكساني من حلال فضل ايه ثيابة طيب اداة الشرط كلما هنا يترى لها فايدة اكيد طبعا لها فايدة طبعا اداة الشرط كلما بتفيد الايه بتفيد الاستمرار كلما اخلقته جددني طب ايه العلاقة بين كلمة اخلقته وكلمة جددني طبعا اخلقته وجددني العلاقة بينهما ايه تضاد يؤكد المعنى ويوضحه وكساني من حلال فضل ثيابة طبعا هنا في تصوير صور الفضل وبالحلاء او الذينة او بالثياب التي يلبسها الانسان طبعا المقصود بكلمة الفضل هنا العلم والايه العلم والشرف صحبة لم اشك منها ريبة ووداد لم يكلفني عتابة طيب كلمة صحبة في هنا اجاز بالحذف اجاز بحذف المبتدأ هي ايه هي صحبة يعني صحبته للكتاب وممكن نقول في اجاز بحذف المضاف اليه صحبة الكتاب لم اشك منها ايه ريبة ووداد لم يكلفني عتابة وكلمة صحبة هنا طبعا نكرة نكرة بتفيد ايه بتفيد التعظيم لم أشك منها ريبة أيضا كلمة ريبة نكرة نكرة بتفيد إيه بتفيد التقليل ووداد لم يكلفني عتاب هنا طبعا تصوير للكتاب بأنه إنسان محب لا يكلف صاحبه العتاب أو اللون أيضا كلمة ووداد نكرة للتعظيم وكلمة عتاب نكرة للتقليل لو بصن البده جميل أو يعني كلمة صحبة أول كلمة في كل شط نكرة للتعظيم وآخر كلمة في كل شط نكرة للتقليل صحبة ووداد نكرة للتعظيم ريبة وعتاب نكرة للتقليل طيب إن يجدني يتحدث أو يجد مللا يطوي الأحاديث اقتداب طبعا الكتاب هنا بيرعي حالة صاحبه حين معايا تصال نور ألو نور الله أيا نعم مزاك يا نور مزاك يا نور مزاك يا نص الكتاب ولا لأ عملك يا أكيد طبعا لازم يكون مخلصين من نصوص كلها آه طبع طيب هتشارك معايا ولا لو عندك سؤال لا عندي سؤال فضال يقوله سؤالك وضع كلمة الأفضل في جملة مجرعة بالفتحة مائلة ومجرعة بالكسبة مائلة تمام كلمة الأفضل آه مرة عايزينها مجرعة بالإيه بالفتحة آه مجرعة بالكسبة جميل جد مرة بالكسب آه طيب هاول مثلا تعرفت بصديق أفضل من غيره تمام كده تعرفت بإيه تعرفت بإيه بصديق أفضل من إيه من غيره طيب كلمة أفضل هنا يا نور هل هي مجرعة بالفتحة ولا بالكسبة لا آآ بالفتحة مجرعة بالفتحة ليه عشان بعضها ما gaming عشان ايه الكلمة جاءت ايه جاءت ناكرة خلاص كده اللي بعدها جاء وإيه جر وإيه هو مجرور يبدأ طبعا عشان الكلمة دي ممنوعة من الصرف واحنا عرفين إن من شروط المنع من من شروط اعراب من الصرف بالفتحة إنه لازم يكون ناكرة ولا يكون معرف بالإيه عرف آآ تمام كده يبقى كلمة افضل هنا ناكرة يبقى دي ما جره بالايه بالفتح بالفتح طيب ممكن اقول بقى ما جره بالكاسرة ازاي اقول تعرفت بالصديق الافضل تعرفت بايه بالصديق الافضل تمام كده اه يبقى عندي كلمة الصديق هنا معرفة وكلمة الافضل ايضا ايه ايضا معرفة طيب، أنا هعرب كلمة أفضل هنا إيه وكلمة أفضل هنا إيه؟ يعني إيه مجرورة بالفتحة يعني إعراب الكلمة أصلا إيه? كلمة أفضل، إعرابها هنا إيه؟ مباشر Assembly ناكرة آها اه نكر اه. اه نكر زائد نكر على طول يا نور يدينا نعت. يدينا ايه? نعت. نعت. يبقى كلمة افضل هنا نعت مجرور بالايه? مجرور بالفعل. تمام. وكلمة الصديق هنا معرفة بالالف والايه? والله. والله. وكلمة الافضل برضو معرفة بالالف والايه? والله. قلنا معرفة زائد معرفة ايضا يدينا ايه? نعت برض. نعت. يبقى كلمة الافضل هنا تبقى ايه? نعت. نعت مجرور بالكسر. مجرور بالايه? بالكسر. تمام يا نور? طيب تشاركي بقى معي شكرا طيب شكرا للاتصال نرجع كمان اللي كنا بنكمله إن يجدني يتحدث أو يجد مللا يطوي الأحاديث ايه اقتضابه قلنا هنا في البيت ده الكتاب يراعي حالة مين يراعي حالة صاحبه فهو إن وجد صاحبه مقبل على القراءة يفتح له صفحات وإن وجد الملل قد أصاب وصاحبه فإنه يطوي الأحاديث ويختصر إليه الحديث يعني يمكن لصاحبه أن يغلق الكتاب دون أن يتأثر الكتاب بهذا الإيه بهذا الأمر طيب عندي إن يجدني يتحدث هنا طبعا تصوير صور الكتاب بإنسان يتحدث أو يجد مللا يطوي الأحاديث اقتضابه هنا تصوير صور الأحاديث بأنها كتاب كتاب يطوى وعندي كمان كلمة يتحدث وكلمة يطوي أو يختصر طبعا الكلمتين بينهما تضاد يؤكد المعنى وإيه؟ يؤكد المعنى ويوضعه طيب استكمالا للنصوص اللي معنا من نص آيات العلم الأبيات اللي موجودة معاه دلوقتي تمام؟ معنا اتصال تاني؟ السلام عليكم عليكم السلام ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا ربنا يبرك في حضرتك ربنا يا أزك سبضالي لو سمعت بس كان عندي سؤال بخصوص البدل الاجتمال والبعد من كل تمام لو هم حموك بيطلق بقى فيه شوية تمام وبصراحة أنا بذكره وبشرح له فأنا عايزة أوضحه له أكتر حاضر البدل الاجتمال وبدل بعض من كل أنا عارس فأنا هو بعض من كل بيبقى جزء مالتي من المبدل منه تمام جميل طيب وبرده بيبقى حاجة ملموسة ومحسوسة تمام صحي كده؟ تمام واحتمال حاجة برضه بس ما بتبقاش محسوسة ولا مادية تمام شيء معناوي طيب ماشي بيجينا بصاح بعض حاجات مثلا زكرت الوقت ومعظمه اه يعني اعتبارها بدل الاجتمال ولا بدل بعض من كل حضرتك في كلمات احنا قلنا عليها انا عارف برضه الكلمات اه معظمه نصفه طلته ربعه والحاجات دي كلها تمام بس هي المفوش اقناع ان هو مش مقتنع مثلا ايه ان ازاي انا امسك معظم الوقت يعني ملموس في ايه طيب حضرتك اه هو الوقت واحساسه بالوقت نفسه ماشي كده؟ اه احساسه نفسه بالوقت اللي هو ان الوقت شيء كأنه شيء مادي قدامه هو اللي بيتصرف فيه زي ما بنقول مثلا الوقت كنزي صح كده؟ ايه فكأن الوقت ده شيء مادي قدامي فانا اللي بتحكم فيه انا اللي ممكن اسيبه يخلص مني وانا اللي ممكن ايه استغله تمام كده؟ يعني كأن الموضوع فيه تصوير او في ايه او فيه تشبيه اه كمان عندي مثلا زي كلمة زي الكتاب قرأته الكتابة نصفه او معظمه الكتاب ايضا شيء مادي نفسه صحي كده؟ ايه يعني انا ممكن امسك نصف الكتاب مادي او معقولة اه انا ممكن امسك نصف الكتاب او تلتو او ربعو او كده انا بقول لحظيك دي فيه حاجة اسمها زي ما جايز يعني اه الوقت بنصوره كأنه ايه شيء ايه شيء مادي قادر ان انا اتحكم ايه اتحكم فيه يعني اه طب وفيه بقى ليه مثلا اه اه قرأته يعني حاجة ليه كلاميها او اه 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 اما دية الكلام الكلام نفسه الكلام مش مش شيء مادي تمام الكلام شيء يفهم ايه فبالتالي بيبقى اجتمال هيبقى اجتمال اه ايه ما هو بيجاوزها كده بس انا ايه هو ساعد بيبقى بجاوب وهو متردد اه وعايز يفهم هو من حق ان يفهم طبعا اه معلش هو موضوع البدل البعض من كله بدل اجتمال يعني فيه شوية ايه شوية تركيز شوية وفيه امثلة طبعا بيبقى فيها اخلافات الى اخيره بس ان شاء الله يعني ان شاء الله اللي متحنى قل ان ييجي ان شاء الله مفيش في الحاجات دي خالص بازن الله يا رب عندي ان شاء الله واضح بازن الله تعالى ان شاء الله يعني ان شاء الله طب بالجزء برضو بتقع التاكل الله في الضعيفين لمرقة定 اه دي كلمة طبعا برضو المثال ده فيه خلاف كبير جدا تمام اے اللى موجود في بعض الكتب الخارجية انه بدل بعض من ايه من بضل بعض منكل وفيه ناس قالوا ان هو لا ده هيبقى بدل مطابق لي عبارة عن كلمة تفصيل بعد ايه? تفصيل بعد اجمال. تمام? فدي برضو برضو موضوع فيه خلاف. احنا ان شاء الله نبعد عنه خالص بازن الله تعالى. خالص ما يامونكم يعني في الاغلب مش هيبقوا مواضع امتحان. لا لا ان شاء الله الحاجات دي الامتحان البدل بيبقى واضح ان شاء الله وصريح على طول بازن الله. معا ما عليش احنا هنطول عليك. معاك ما تبقى اسأله شوية. ماشي. وتوصى ماشي. ازاكا محمود. الحمد لله. انت اتصلت عليها قبل كده كتير صح? اه. تمام. طيب انت معايا في نص الكتاب معايا النص بقى. ممكن حدراك بس تسألني في نحو. اسألك في نحو? اه. حاضر. بص معايا الكلمة دي. ماشي. يا طالبا اجتهد. تمام كده? اه. قال لي حول المنادة المعرب الى مبنى. هتبقى يا طالبه اجتهد. يا طالبه. بس هي مش طالبه دي ان هي هتبقى مضمومة لا هي مبنية عالضام. تمام. جزعة. طيب يا محمود. طبعا هنقولنا كلمة طالبا ده منادة معرب. لانه نوعه ايه? ده نوع اه نكره المقصود. جميل جدا. وكلمة طبعا احول له النوع التاني المبنى. عندنا نوعين من المنادة المبنى. لو منادة. اه. لو منادة نكرة مقصودة. المنادة النكرة الايه? المقصودة. يبقى انا كده هحول المنادة من نكرة غير مقصودة الى نكرة ايه? مقصودة. الى نكرة طبعا مقصودة. طب بفرق بينه ازاي? المنادة النكرة المقصودة بييجي دايما ايه? بييجي بيبقى معرب ومنون. منصوب يعني. اه منصوب. منصوب اما بالفتحة. اما بالفتحة اما باليالة. بالفتحة لو كان مفرد. لو كان مفرد وباليالة او كان جمع مذكر سلم. او مثنى او. طب لو جمع مؤنى الثلم بقى يا عمى محمود يبقى منصوب بايه? بالقطرة. جميل جدا جدع محمود. طيب انا كده بحوّله الى نكره مقصودة بخليه ايه? اه. مبني على الرفع صحي كده? مبني على الرفع. اه. اه. زي ما أننا قلنا يا طالب وكده إما مبني على الألف لو مسنى أو مبني على الوضع جمع مذكر إيه؟ لو جمع مذكر سالم تمام؟ لو جمع مذكر إيه؟ سالم جميل جدا يا محمود شكرا لتصالك يا محمود ومشاركتك معايا سلام طيب نكمل مع بعض النص اللي معانا من راكب متن الرياح كأنه ملك يصرف أمرها بزمان أو محدث بالكهرباء عجائبا أو غائص بالفلك أو عوام طيب ألف هات مراد في كلمة متن وجمع ملك ومفرد عجائب طبعا عندي كلمة متن معناها إيه؟ ظهر معنا كلمة متن إيه؟ ظهر وجمع كلمة ملك طبعا ملوك ومفرد كلمة عجائبا تيبقى إيه؟ هتبقى عجيبة يبقى الكلمة متن معناها إيه؟ معناها ظهر جمع ملك ملوك ومفرد عجائب إيه؟ عجيبة طيب رقم بقى اذكر بعض تطبيقات العلم كما تفهم من البيتين طبعا دولت الأبيات الأخيرة من نص آيات إيه؟ نهاية العلم اللي زي ما قلنا إن النص مقسم لأقسام في البداية دعوة إلى العلم وبعد كده بيان لفضل العلم وضرر للجهل بعد كده طبعا بيبين تطبيقات إيه العلم في نهاية النص إيه هي تطبيقات العلم؟ يعني إيه تطبيقات العلم يا مصر؟ يعني استخداماته من استخدم العلم في إيه في حياتنا؟ أهو موجود عندي في الأبيات عندي من راكب متن الرياح كأنه ملك طبعا هنا استغلينا الرياح استغلنا في إيه؟ نحن سخرنا تلك الرياح بصنع الطائرة فأصبح قائد الطائرة كأنه ملك يصرف أمر تلك الرياح بلإيه؟ بزمام وكأنه يصور الطائرة بأنها طبعا ناقة أو جمل له إيه؟ زمام وله حبل يقوده كما يشاء تاني حاجة أو محدث بالكهرباء إيه حاجة إيه بنختراع الكهرباء أو التوصل لإكتشاف الكهرباء اللي احنا بنستخدمها طبعا في كل حياتنا وفي كل الأجهزة اللي احنا بنستخدمها في حياتنا أو غائص بالفلك أو عوام استخدام البحر أيضا واستغلال البحر من خلال صنع السفن والغواصات طيب الفلك هنا طبعا هي كلمة بتيجي للجمع وتيجي للمفرد يعني ممكن في الاختيارات يقول لي معنى الفلك السفن أو معناها الايه السفينة دي صح ودية ايه ودية صح السلام عليكم معاك صل أيوه 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 مين معايا جوزيف من الماني زكا جوزيف عامل ايه الحمد لله كويس ايه أخبارك وأخبار المذاكرة معايا جاهز لانتحان ولا لا ايه شوية ايه شوية مش هينفع لا لازم تكون جاهز مية في المية طبعا او انحاول طيب اتفضل عندي بيقول لي تنكير اله فابد الرسولان تفيد نور تنكير ايه اله اله ايه اه والذين لا يدعون مع الله اله اخر نكرى العموم الشمول العموم الشمول اه اي اله طبعا عنا عارفين ان الالهة زمان كالكتير الاصنام والاوثان وعبادة الشمس والقمر الى اخره فأي اله يعني من الالهة اللي كانت بتعبت يبقى نكرى تفيد العموم والشمول والشمول تمام عندك سؤال تاني نا بس طيب انت رايح فين بقى شارك معايا ماش طيب خليك معايا في النص اللي موجود معانا ده من راكب المتنى الرياحي كأنه ايه مالك مالك الانسفة مالك زمان اه ايه التصوير اللي هنا جزيز من راكب المتنى الرياح اه اه تصوير 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 للطار وهو يتحكم بمقرد الطائرة بالمالك الذي يتحكم بزمان جواب جميل جدا وما ينفعش اقول صور الرياح مالك بالتمكن والمهارة والسيطرة الله يفتح عليك طيب وما ينفعش اقول متن الرياح هنا طبعا تصوير اللي صور الرياح بدبى لها ايه اه لها ظهر جزيز عليها هاكل بدبى لها ظهر شكرا لك والاتصالك معانا ناشا شكرا طيب زي ما قلنا دي من تطبيقات العلم اللي ذكرها الشاعر في النص اللي معاني اختراع الطائرات وقيادتها والكهرباء واستخداماتها المختلفة والمتعددة واستخدام البحر وبالفلك او الايه او الغواصات كمان في منطق صم الجمادي ومرسل وحي الهواء صم الجماد زي التلفزيون وزي التلفون وزي التلغراف قديما وزي الرسائل اللي احنا بنبعثها دلوقتي دي كلها استخدامات للعلم وتطبيقات للايه تطبيقات للعلم جميل جدا طيب نيجي بعد كده لمال جمال في متن الرياح زي ما قال زي منا من شوية طبعا متن الرياح هنا في تصوير صور طبعا الرياح بدبئ لها ظهر كأنه ملك يصرف امرها بزمان برضو تصوير تاني صور قائد الطائرة بالايه بالملك قائد الطائرة بالايه بالملك الذي يقود الطائرة ويصرف امرها مما يدل طبعا على التحكم في القيادة طيب ماذا افاد تكرار حرف العطف او هنلاقي الحرف ده موجود معنا في الابياد كتير او غائص بالفلك او عوام او منطق ثم الجماد او او طب حرف العطف هنا ده حرف عطف بيفيد التنوع والكثرة تنوع ايه تنوع فوائد العلم وايضا كثرة فوائد وتطبيقات الايه وتطبيقات العلم يعني كأن الشاعر مش ملاحق على الفوائد دي كلها فبيستخدم حرف العطف او طبعا بيقولك هتلاقي ده هتلاقي السفن هتلاقي الطائرات هتلاقي الكهرباء هتلاقي وحي الهواء اللي هو التلفزيون او التليفون او التليغراف الى اخره يبقى حرف العطف وتكرار حرف العطف في الابياد طبعا اللي هو او بيفيد ايه بيفيد طبعا تنوع وكثرة فوائد الايه فوائد العلم جميل جد النص اللي معانا بعد كده من نص الايه من نص الكتاب تجد الكتبة على النقد كما تجد الاخوانة صدقا وكذابة فتخيرها كما تختاره والداخر في الصحبي والكتبي اللبابة طبعا هنا تجد الكتبة على النقد هات من البيتين دي طريقة تانية للسؤال انت مش هتجيب المعنى من دماغك انت هتجيب المعنى منين من الابيات اللي موجودة قدامك كلمة معناها الفحص والايه والتمييز على طول هلاقيك بتشاور على كلمة ايه كلمة النقد معنى كلمة النقد الفحص والايه الفحص او التمييز طيب بعد كده عاوز ايه معايا عاوز واخرى مفردها اللب والداخر في الصحبي والكتبي الايه اللبابة اللبابة هي خلاصة الشيء وطبعا مفرد اللبابة ايه اللب وبعد تكسرها وتقولي اللب لا هي الايه اللب تمام طيب بعد كده عقد الشعر مقارنة بين الكتب والاصحاب وضح ذلك من خلال شرحة نرجع لنص تاني تجد الكتب على النقد كما تجد الاخوانة صدقا وايه وكذا عندك بيقول ان الكتب مثل الاصحاب فيها الصادق وفيها الكاذب يعني يجب ان تتخيرها بعناية كما تختار اصحابك ايه بعناية الكتب مثل الاصحاب فيها الصادق وفيها الايه وفيها الكاذب فتخير كتابك بعناية كما تتخير صاحبك ايه بعناية وفي البيت التالت طبعا ممكن او الاخير ممكن نضمه معنا للشرح لو جابهولي وصالح الاخوان يبغيك معايا ساميرا قالوا سلام عليكم قالوا سلام عليكم سلام عليكم ساميرا سهيرة ازايك الحمد لله ايه اخبار المذاكرة معاك تمام الحمد لله جاهز ان شاء الله للمتحن ان شاء الله ان شاء الله عندك سؤال ولا تحب تشاركي اه عندي سؤال تمام تفضلي اه في نص صفات للعلم تمام اما يقول من ايه الصفات التي يجب ان يتميز بها طالب العلم الصفات التي يجب ان يتميز بها طالب الايه العلم الصفات كتيرة جدا انت مثلا كطالبة علم يا سامير تحب يكون صفاتك ايه كتيرة اه كتيرة زي ايه مثلا انت حب الناس تقولي على صفاتك ايه و ايه و ايه مثلا مثلا الادب والصبر والحكمة جميل جدا وممكن نقوله التواضع والتواضع انت قلت كم صفة اربعة اربعة صفات وعزا رأيب لك بقى واحدة كمان الاخلاص في طلب العلم الاخلاص في طلب الايه العلم العلم ليه لان مين هو اللي ربنا هيصله طريق للجنة اللي هو الانسان المخلص في طلب الايه العلم اللي بيروح المدرسة عشان يتعلم فعلا مش بيروح المدرسة عشان يشاكس ويشاغب ويدرب ده ويكسر في دية ويعمل لا طلب العلم اللي هو المفروض ان ربنا بيصله طريق الجنة هو المخلص في طلب الايه في طلب العلم يبقى عندي مفروض طلب العلم يكون عنده تواضع يكون عنده صبر يكون عنده حكمة ايضا يكون عنده اخلاص في طلب الايه في طلب العلم تمام كده تمام تمام عندك أسئلة تانية؟ لا شكر طيب تشاركي معايا بقى ولا ايه؟ ان شاء الله طيب عندي في البيتين اللي موجودين معايا فتخيرها كما تختاره والداخر في الصحبي والكتب اللباب ايه نوع الاسلوب فيه فتخيرها؟ فتخيرها كما تختاره اسلوب ايه ده؟ اسلوب تخيرها بقولك تخيرها اسلوب امر جميل جدا اسلوب امر غرض النصح والايه؟ والارشاد والارشاد شكرا لاتصالكم شركتك معانا طيب يبقى احنا كده عقدنا المقارنة كنا بنتكلم في البيت الاخير من النص صالح الاخوان يبغيك التقى ورشيد الكتبي يبغيك الايه؟ الصوابة ان الكتاب او الصديق الصالح دايما يرشدك الى طريق الخير وطريق الهدى ليبعدك عن الضلال كما ان الكتاب الصالح والجيد يرشدك دائما الى الصواب ويبعدك عن الخطأ يبا دي مقارنة بسيطة في اخر ثلاث ابيات موجودين معانا في نص الكتاب بيعقد فيهم الشاعر مقارنة بين الكتب وبين الايه؟ وبين الاصحاب طيب لو جينا للسؤال اللي بعد كده اللي هو اتاقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم ايو ايو والليه تمر محمول اه اه تمام انت رأيك ايه؟ انت رأيك ايه علاء؟ والله او انا رأيه ان هي مطوق تمام اه وده رأيه والله برضو بس يعني اه في اختلاف فيه في الامر بقى فطبعا هنرجع ان شاء الله لعلماءنا واسد زيتنا وهم اللي هيدلونا بإذن الله علي ماشا ماشا عليك طيب عندي هنا احنا طبعا عقدنا مقارنة ما بين الكتب والاصحاب رقم جيم معايا هنا ما الجمال في البيت الاول؟ اللي هو بيقول لك ايه؟ تجد الكتبة على النقدي كما تجد الاخوانة صدقا وايه؟ وكذابة تجد الكتبة على النقدي اه كما تجد الاخوانة صدقا وكذابة ها عايز موطن جمال واحد بس مش هتقل عليك يعني ساني عاد بس اشعر حضرتك انا مش شاشة كما تجد اه تجد الكتبة هيظهر معاك دلوقتي تجد الكتبة على النقدي كما تجد كما تجد الاخوانة صدقا وكذابة اه فيه بين صدقا وكذابة تضاب بيبرز المعنى جميل جميل على يبع عندي هنا صدقا وكذابة بينهم ايه؟ تضاب يؤكد المعنى ويوضحه او يبرزه جميل جدا وفيه عندي تجد الكتب على النقدي كما تجد الاخوان هنا شبه الكتب بالاخوان والاصدقاء والاصحاب جميل جدا شكرا لاتصالك عليها ومشاركتك معايا شبه طيب السؤال اللي بعد كده معانا ايهما ادق فتخيرها كما تختاره ولا فتخيرها كما تختارهم ايه الاجمل او ايه الادق معانا في المعنى هنا طيب الادق طبعا زي ما انا سمعكو بتقوله كلكو ان الادق فتخيرها كما ايه كما تختارهم نغير اللون كده هيبقى كما ايه كما تختارهم طب ليه يا ترى ليه تخيرها كما تختارهم هي الادق معانا الشعر هنا في البيت لو رجعنا للبيت كده تاني مع بعض بيقول ايه تجد الكتب على النقدي كما تجد الاخوان صدقا وايه وكذا وهو بيتحدث مع مين بيتحدث عن الاخوان والكتب صح كده طيب فتخيرها الهاء هنا بتعود على مين بتعود على الكتب اللي هي الجمع طيب يبقى كان لازم الاخوان دي كلمة جمع صح؟ يبقى يقول فتخيرها كما ايه كما تختارهم عشان الهاء هنا أو ضمير الغائب هنا اللي هو هم بيعود على الاخوان وهي كلمة ايه وهي كلمة جمع فمنفعش الشاعر يقول فتخيرها كما تختاره تمام؟ طيب يبقى دا الاجمل عندنا فتخيرها كما ايه كما تختاره والداخر في الصحبي والكتب الايه والكتب اللغة طيب نيجي مع بعض لنص جميل جدا طبعا نص الآية مش عايز افوته لانه ممكن من النصوص الاجبال اللي تلاقيها قدامك في الامتحان قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقاما هات مرادف كلمة غرامة ومضاد كلمة اصرف وجمع كلمة عذاب طبعا عندي كلمة غرامة هنا معناها ايه؟ لازما أو ملازما أو دائما يعني لا ينقطع ومضاد كلمة اصرف اصرف معناها ابعد ربنا اصرف عنا يعني ابعد ايه؟ عنا عذاب جهنم طيب اصرف عكسها ايه بقى؟ أيوا سمعكم بتقوله اوه؟ قرب ده عكسها وجمع كلمة عذاب طبعا أعذبها طيب رقم بقى اذكر صفات عباد الرحمن من خلال فهمك للايه؟ من خلال فهمك للنص لما يقولي من خلال فهمك للنص يبقى معنى كده انه عاوز صفات عباد الرحمن اللي موجودة في النص كله اما لما يقولي من خلال فهمك للآيات اللي موجودة امامك او الآيات السابقة يبقى عاوزهم من الآيتين او الثلاثة اللي هو ما جايبهم لك في قطعة الايه؟ اللي امتحان نركز بدي كويس هنا بقول نذكر صفات عباد الرحمن من خلال فهمك للايه؟ للنص طيب في كتير قوي او صفات كتير لعباد الرحمن احنا قسمناهم قبل كده وقلنا ان في صفات اسمها صفات تحلية وصفات اسمها صفات ايه؟ تخلية ايه يا صفات التحلية التي يتحلى بها عباد الرحمن؟ بدأنا وقلنا ان عباد الرحمن يمشون على الارض ايه؟ هونا يعني فيه تواضع وفيه سكينة اولا ثانيا انهم اذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه؟ قالوا سلامة يعني لديهم حكمة في القول والتصرف مع السفهاء والجهلاء ثالث حاجة انهم يبيتون لربهم سجدا وقيامة انهم كثير السجود والعبادة لله سبحانه وتعالى بعد كده يدعون ربهم ان يصرف ويبعد عنهم عذاب جهنم فعذابها دائم لا ينقطع اخر حاجة في صفات التحلية الاعتدال والتوسط في الايه؟ في الانفاق لما قال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقطروا وكان بين ذلك قوام لا هم مسرفين ولا هم بخلاء يوم نسميه اعتدال او توسط في الايه؟ توسط في الانفاق طيب معايا فادي من سهاج ازاك فادي عامل ايه؟ الحمد لله ايه اخبارك واخبار النحو والمصوص والقراءة وكل حاجة؟ تمام تمام يعني مذاكر ومية مية؟ مية مية عندك سؤال ولا تشارك معايا؟ لا عندك ايه اتفضل علاقة قومة من يظن الحياة بمقابل اه علاقة من ايه؟ من يظن؟ اه من يظن الحياة هو عبء سقيل من يظن الحياة عبءا ايه؟ سقيل طيب انا ممكن اكتب بقى البيت ده كده يا فادي عشان عاوز اوضحه معاك شوية يعني هو ايه؟ عبء على الحياة سقيل سقيل من يظن الحياة عبءا سقيل من يظن الحياة عبءا سقيل عبءا ايه؟ سقيل سقيل بص يا فادي ده اسلوب شرط بس مقلوب اسلوب شرط ايه؟ مقلوب في تقديم وتأخير هو اصله كان المفروض يجي يقول ايه؟ من يظن الحياة عبءا سقيلة يبقى ده رقم واحد ديت رقم ايه؟ هو عبء على الحياة ايه؟ سقيل يبقى ده رقم ايه؟ اتنين اتنين طيب اين جواب الشرط هنا؟ اللي هو رقم اتنين، صح؟ صحيح اللي هو عبء على الايه؟ يبقى هو عبء على الحياة assessmentsقيل ده جوابي الايه؟ جواب الشرط الشرط وفعل الشرط اللي هو يظن وادات الشرط هي ايه ايه؟ من؟؟ صحيح كده؟ صح وده فعل الشرط فعل الشرط يا فيادي دايما بيكون سبب لجواب الشرط بيكون سبب لجواب الايه? الشرط. يعني اقول لك مثلا انت زاكر تنجح في دروسك. صح? النتيجة ان انت هتنجح. السبب ان انت ايه? زاكرت. صح? صح. يبقى علاقة من يظن الحياة عبقا سقيرة بما قبلها بنسميها السبابية. اللي هو التعليل يعني. تمام. تمام كده? تمام. واضحة ان حبيت افصل لك البيت لان في اسئلة كتيرة جات عليها طبعا على صفحة البرنامج. وقلنا يعني بالمرة ان عشان ايه نوضحه الكل ايه? لكل زميلة. اتفهم. ايه? اني سؤال في القصة. سؤال في ايه? في القصة. في القصة? اه. اتفضل. ما الاشباح التي برجت فجأة? وما حكاية الفرنج المهاجمين. ما الاشباح? التي ايه? زهرت فجأة صح كده? اه. وايه تاني? وما حكاية الفرنج المهاجمين? اه. يا عمي ده طلعت في الاخر كلها خدعة. صح وده لأ? ايه صح. خدعة طبعا هما القصد منها ايه? ان هما يبعد. ابعد نجم الدين عنه. والحق الاجابيس. تمام. يبقى الاشباح ده امر مدبر. من مين? من جنود مين? من دا ايه? من جنود داود. حتى يبعدوا جنود داودة. جنود نجم الدين ايه? عنهم. وينفردوا به فيقوموا بايه? باختطاف. ايباية دي حكاية الايه? الفرنج. حكاية الاشباح والفرنج. هما الاتنين اجابتهم واحد. تمام يا فدي? تمام. عندك اي اسئلة تانية? اه انت. اتفضل. ما المراد بالعلوم. اه انت. اكتب جميع انواع العلوم. علوم الدين والدنيا. ولكن. علوم الدين اللي هي مختصة بالقرآن والفقه والسنة الى اخره واللغة العربية. علوم الدنيا. الفيزياء والكيميا والاحياء والطبيعة والتاريخ والجغرافيا. دي كلها علوم يبقى المقصود بالعلوم كل أنواع العلوم لا تمام في عندك أسرة دانية؟ لا تكم شكرا على اتصالك ومشاركتك معنا طيب زي ما ذكرنا صفات التحلية لعباد الرحمن قلنا طبعا التواضع والسكينة حكمة القول على السفهاء أو الرد على السفهاء والجهلاء بعد كده طبعا قصرة العبادة لله سبحانه وتعالى دعوت الله دائما أن يبعد ويصرف عنه معذاب جهنم والاعتدال فيه والتوسط فيه الإنفاق طب إيه صفات التحلية بقى اللي بيتخلوا بيها اللي بيبعدوا عنها اللي ما بيتصفوش بيها هم ثلاثة طبعا الشرك بالله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر تاني حاجة ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بلايه بالحق لو عدم قتل النفس إلا بالحق واحد يقول لي يا مستر طاي هل أو ماذا المواضع التي يجوز فيها قتل النفس أو متى يكون قتل النفس مباحا يكون قتل النفس مباحا في القصاص من قتل يقتل تمام القصاص يعني واحد قتل واحد فممكن يحكم عليه بالقتل زي ما هو قتل وده من سميل قصاص طيب كمان فصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى أهلا بكم عدنا إليكم من جديد وكنا طبعا مع بعض في نص عباد الرحمن وبنتحدث عن صفات التحلية وصفات الايه التخلية التي اتعد عنها عباد الايه عباد الرحمن قلنا إنهم دائما بيتخلوا عن طبعا الشرك بالله ثم بعد ذلك قتل النفس وقلنا فيه سؤال بيلح على طلابنا دائما هو متى يكون قتل النفس مباحا طبعا بيكون قتل النفس مباحا في حالة القصاص وطبعا في حالة الحرب انت طبعا وانت بتحارب إن ما قتلتش هتتقتل طبعا أكيد فبالطبع بيكون قتل النفس هنا ايه بيكون هنا مباح جميل جدا ثالث حاجة من الصفات التي يتخلع عنها عباد الرحمن أنهم لا يرتكبون فحشة ايه فحشة الزنة لبقى أنا كده أجملت كل صفات عباد الرحمن اللي موجودة معايا فين اللي موجودة معايا فيه النص معايا اتصال أحمد من المينيا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم إزايك يا أحمد عامل ايه والله الحمد لله تمام ايه أخبارك وأخبار المذاكرة ان شاء الله تمام تمام أحمد الله كوي تمام عايز تشارك معايا ولا عندك سؤال لا عندك سؤال اتفضل لما يقول لي ايه شفوا مواجمك اللي هو عن كلمة البيئة أرجع لي ايه اه دي لها كذا لها كذا مادة يا عندك كلمة ايه البيئة 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 تمام معاكم ايه انا معاك لما يقول لي ايه شفوا مواجمك اللي هو عن كلمة البيئة اعمل ايه انا بقول لك بجيب الاصل من الكلمة تمام كده اه اللي هو الفعل بتاعها ايه باقة خلاص كده تمام طيب في هنا حرف علّة اه حرف علّة ده لازم يقليبه لاصله خلاص اه فعندك ايه يابوء يابوء باشي للمضارع يبقى ايه باقة 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 اه اه ماشي تمام طيب باكشف عنه في باب الباء اه فصل الواو اه والهمزة تمام تمام كده اه تمام لما يقول لي اه لما عيش العمر الاصلي اه او الاساسي او اللي انا هجعب عليه في اه فورات الامتحان اه لويس برايل العمر الاساسي للويس برايل لما مات ولا ايه لا اه عمره لما حصيت له حصة الحص يعني ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات هو ده معلش هو فيه خطأ حصر في الحلقة اللي فاتت طبعا في تاريخ اللي احنا قلناه انه اصيب انه ولد عام 1812 تمام لا اول طبعا هو 1812 ده كان سنة حدوث الاصابة تمام كان عنده طبعا في الوقت ده ثلاث ايه سنوات يبا هو تولد عام 1889 1889 يعني انه طبعا كان فيه كتب يعني في سنوات سابقة موجود فيه الخطأ ده انه انه تولد عام 1812 وكمان كان فيه غطأ انه اصيب بالعامة وعنده 13 سنة فكان ده اخطاء طبعا تم تصححها يعني فهو عنده كان عنده اصيب بالعامة وهو عنده ثلاث سنوات وكلام ده كان سنة 1812 يبقى تولد عام 1889 1889 تمام تمام ده ممكن اشارك معها ده اتفضل عاوز سؤال في القصة بس ماذا عاوز سؤال في القصة؟ اه يا عم ما اتخلينا في النصوص خلينا في النصوص طيب حديك برد سؤال في النصوص و سؤال في القصة عشان ما زعلكش ماذا طيب في الاية دعاء وتعليل وضح ذلك ماشي البس عنده هنا عالكمبيوتر متأخر شوية ممكن فذلك تقول لي ايه طيب هولك الاية والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غرامة انها ساءت مستقرا و مقاما ايه الدعاء و ايه التعليل؟ ايه بد عن عذاب جهنم ان عذابها كان غرامة جميل جدا التعليل بقى ان عذابها كان غرامة انها ساءت مستقرا و ايه؟ ومقام ومقام سؤال القصة بقى اللي انت عاوزه تمام طيب اطال داود حبس نجم الدين وشجر الدر صح صح فكان لنجم الدين وشجر الدر رأيان مختلفان وضح هما رأي نجم الدين ان داود حيكتلهم يعني ايكتلهم هو حبسهم عشان يكتلهم تمام اما شجر الدر ردت عليه جالت له لا لو كان حل ان هو يكتلنا كان جتلنا يعني من فترة فات تمام لكن هو حبسنا كده عطال مضوط الحبس عشان يغل الثمن يعني الله يفتح عليك يا احمد شكرا ليك وشكرا لاتصالكم شركتك معايا شكرا طيب يبقى دا الدعاء والتعليل ربنا صرف عنا عذاب جهنم دا دعاء التعليل له طبعا انها ساءت ان عذابها كان غرامة انها ساءت مستقرا وايه ومقام طيب السؤال اللي بعد كده ما علاقة انها ساءت مستقرا او ما نوع الاسلوب في قوله تعالى ربنا صرف عنا عذاب جهنم طبعا هنا في اسلوبين مش اسلوب واحد ربنا اسلوب نداء حزفت منه اداة النداء لقربهم من الله سبحانه وتعالى يا ربنا الاداب تحزف للقرب ربنا اسلوب نداء غرده ايه غرده التعظيم اسرف عنه اسرف برده اسلوب تاني اسلوب امر غرده الايه غرده الدعاء يبقى عندي ربنا نداء للتعظيم واسرف امر غرده ايه الدعاء وعاوز انابه طلابي ان كتير منهم بيقع في اسرف دي تسلوب اسلوب امر غرده النصح والشاد يا مستر غلط طبعا الامر هنا موجه لمين موجه لله سبحانه وتعالى انت لما بتتكلم مع الله سبحانه وتعالى او بتناجي ربنا سبحانه وتعالى يبقى غرد كلامك الدعاء صح اسرف عنا عذاب جهنم يبقى اسلوب امر غرده ايه غرده الدعاء طيب رقم هاء ما علاقة انها ساءت مستقرا بالآية التي قبلها الاقل قبلها اللي هي ان عذابها كان غرامة ممكن اقول على قطة بما قبلها توضيح او تأكيد لما قبلها ولكن علاقتها بجملة ربنا نصرف عنا عذاب جهنم طبعا علاقتها تعاليل لما ايه تعاليل لما قبله هات من حفظك ما يؤكد على اعتدال عباد الرحمن في الانفاق ده سؤال طبعا من اسئلة الحفظ طبعا احنا عارفين النص عباد الرحمن حفظ ممكن يجيلك عليه سؤال زي كده هات من حفظك ما يؤكد على اعتدال عباد الرحمن في الانفاق طبعا الآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقطروا وكان بين ذلك قوامة احبابي اظن كده ان احنا اجملنا طبعا اجملنا النصوص ورجعنا فيها كتير او 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 يعني نيجي بقى مع بعض على قطعة نحوية كده ونشوف ايه اللي موجود فيها القطعة بتبدأ وبيقول لي املا في مستقبل افضل وحياة مشرقة اقامت الدولة مشروعة قناة السويس فيا شباب مصر انها فرصتكم فرصة الارتقاء بوطنكم ونعم ما تحرصون عليه المشاركة الفاعلة وحبذ الإخلاص في العمل طبعا السؤال الاول والمعتاد دايما معانا اعرب ما فوق الخط ونبهت مع طلابي ان انت قبل ما تعرب افهم الجملة لأول حاجة لازم تفهم معنى الجملة اللي قدامك عشان الاعراب جزء او اساس الاعراب فهم معنى لايه الجملة تاني حاجة بص للكلمة اللي قبلها او لبداية الايه لبداية الجملة دي بتكون مفاتيح لك علشان تعرف تعرب وتوصل للاعراب الايه الصحيح نبص معانا على اول كلمة في الاعراب املا في مستقبل افضل وحياة مشرقة طبعا كلمة اعراب كلمة مشرقة هي مشرقة اننا اللي انا فهم يعني من خلال قراءتي للقطعة ان كلمة مشرقة بتوصف كلمة ايه حياة هي صفة الحياة انها مشرقة يبقى على طول هتقول لي انها ايه نعت يبقى كده فهمي لمعنى الجملة وصلني للإعراب فكلمة مشرقة نعت كويس طيب انا ممكن يومي اصدر الفهمة او الجملة ممكن مفهمهاش بسرعة او ممكن يعني ايه مفهمهاش اصلا هقولك عندي في حاجات قلنا عليها بتعرفني اعراب الكلمة زي مثلا كلمة حياة دي كلمة ناكرة وكلمة مشرقة ايضا ايه نكرة وزي ما قلت من شوية في احد الاتصالات ان كلمة النكرة مع نكرة بتكون الكلمة التانية ايه نعت كمان معرفة مع معرفة بتكون برضو الكلمة التانية ايه نعت يعني لو قلت الحياة المشرقة يبقى كلمة المشرقة برضو ايه نعت يبقى نكرة زائد نكرة تساوي نعت معرفة زائد معرفة برضو بتساوي ايه بتساوي نعت طيب يا طرى النعت ده هيبقى أقول نعت واسكت هتاخد نص الدرجة لازم أقول نعت وعلمة إعرابه إيه أشوف اللي قابله أملا في مستقبل أفضل كلمة مستقبل اسم مجرور وأفضل نعت مجرور وحياء ده معطوف مجرور يبقى أكيد النعت هيبقى إيه هيبقى مجرور يبقى كلمة مشرقة نعت إيه نعت مجرور لأن النعت بيتبع المنعود في الإعراب طيب أقامت الدولة مشروع قناة السويس كلمة مشروع هي الدولة أقامت إيه أقامت المشروع طيب من الأقام الدولة يبقى الدولة فاعل طيب إيه اللي وقع عليه الفعل الدولة عملت إيه عملت مشروع قناة السويس يبقى كلمة مشروع من يقع عليه الفعل عرفنا أنه لازم يعرب مفعول به يبقى كلمة مشروع هنعربها إيه هنعربها مفعول به طبعا منصوب وعلامة نصبه إيه علامة نصبه الفتحة مشروع قناة السويس فيا شباب مصر إنها فرصتكم نيجي بقى عند كلمة فرصتكم وكتير من طلابي ممكن ما يحلاش أصلا يسيبها ليه لأنه مش مركز في الجملة عندك الجملة بدأت بإيه بإنها طيب إنها دي يا مصطر ما قالها يعني إيه لازمتها عندك إنه إنه وأخواتها طب إنه وأخواتها بنسميها إيه بنسميها أفعال ناسخة طب أفعال ناسخة يعني إيه إيه لازمتها في الجملة قلت لك الأفعال الناسخة بتدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ وترفع الخبر خلاص يا مصطر يبقى كلمة فرصتكم هتبقى اسم إنه منصوب هقولك لأ بنروح علي بقى شوية كده إنها عند الهاء هنا الهاء دي بوزت للدنيا وبوزت لك إعرابك خالص الهاء دي ضمير صح كده؟ الضمير ده هيبقى ضمير مبني في محل نصب اسم إنه يبقى ركز خالص معايا ركز في كانة وأخواتها وإنه وأخوات لو جي فيهم ضمير يبقى الضمير ده هو الإسم بتاعها والكلمة اللي بعدها هي هي الخبر يبقى كلمة فرصتكم هتبقى خبر إنه مرفوع خبر إنه إيه؟ مرفوع طب هي الكلمة كلمة واحدة يعني فرصتكم دي كلمة واحدة؟ لا فيها ضمير الخطاب اللي هو كاف كاف الخطاب ده ضمير أي ضمير في إسم خدها قاعدة كده معاك؟ أي ضمير في إسم اعريبوا مضاف إليه أي ضمير بيجي في إسم بس خد بالك أنا قلت إيه؟ في إسم ركز معايا إنها فرصتكم يعني الضمير هنا متصل بكلمة فرصة وكلمة فرصة ديت إيه؟ إسم طب أنا يا مصر لحد دلوقتي بعرفش أفرق ما بين الإسم والفعل هقول لك ما فيش مشكلة خالص خليك معايا كلمة الإسم عرفه إزاي؟ الإسم بيدخل عليه ألف ولم وبيدخل عليه التق المربوطة طيب ما دخلش عليه لألف ولم ولا تق مربوطة تبقى فعل يا عم يعني عندك مثلا كلمة يكتب ينفع أقول أل يكتب؟ لا ما ينفعش طيب كلمة كتاب ينفع أقول أل كتاب؟ ينفع يبقى عندي يكتب فعل وكتاب إيه؟ وكتاب إسم يبقى كلمة فرصتكم دية إسم اتصل بها ضمير يبقى الكاف هقول عليه ضمير مبني في محل جر مضاف إيه؟ مضاف إليه حلوة أو الحد كده فيه إعراب تاني؟ لا مفيش طيب نيجي بعد كده ليه؟ السؤال التاني والمعتاد وهو ليه؟ الاستخراج هيقول لي طبعا استخرج منادة وبدل ومخصوص وممنوع من إيه؟ من الصرف عشان نقولهم بقى مرة واحدة عندي هنا المنادة يا طرى المنادة أطلعه إزاي يا مستر برضو من قطعة الامتحان المنادة زي ما رجعنا في حلقة المراجعة بييجي بعد أداة الإيه؟ بعد أداة النداء طيب لو بصونا كده مع بعض وشفنا أدوات النداء ممكن تجيلي إزاي؟ احنا عندي كم أداة نداء عندي إيه وديه المشهورة وديه اللي بتيجي في الامتحان كتير قوي 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 وعندي إي وعندي الهمزة وعندي آية وعندي هية على طول بعدهم على طول شفت إزاي ده أنا عملها كبيرة إزاي عشان تبقى واضحالك عندك اللي بيجي بعدهم على طول هو مين المنادة يبقى أنا كده بعنديش أي مشكلة في استخراج إيه؟ في استخراج المنادة ليه؟ لأن المنادة هو اللي بيجي بعد أداة إيه؟ النداء يا أي أو الهمزة أو آية أو هاية طب يا مستر وممكن يضحك علي في الامتحان وما يجيب ليش أداة نداء خالص زي إيه؟ هل ممكن ده يحصل؟ ممكن قوي نروح أقايل لي شباب مصر أنتم الأمل تمام كده؟ شباب مصر دي منادة طب أنت عرفت منين يا مستر؟ ما أنت قلتنا أن لازم يجيب أداة نداء هقول لك لأ ما هو لو ما جابش أداة النداء يبقى هو بيكلم المنادة يعني إيه بيكلمه؟ يعني بيخطبه بيوجه له كلام هو بيقول شباب مصر بيقول لهم إيه؟ أنتم الأمل يبقى هنا أوجه خطابه المين لشباب مصر يبقى إذن بينادي عليهم؟ لما أنت تكون واقف قدامي مثلا طالب واقف قدامي بقول له ما نديله أقول له محمد مثلا اكتهت في عملك أو في جيد مذاكرتك يبقى أنا كده بخطب مين محمد؟ يبقى ندي عليه؟ طيب لو أنا بقى بتكلم عنه لو قلت شباب مصر هم الأمل زي كده يبقى أنا كده بتكلم عن شباب الإيه؟ عن شباب مصر يبقى أنا كده بخطبه ما بخطبش شباب مصر ما بناديش على شباب مصر أنا بتحدث عن شباب إيه مصر يبقى دي ليست إيه؟ ليست مناد يبقى لو ما أجاب ليش أداة النداء ما فيش مشكلة خالص هلا إيه بيخاطب مين؟ بيخاطب المناده في الجملة اللي بعده بأداة الإيه؟ بضمير المخاطب لو لقيته بيتكلم عنهم يبقى ده مش لإيه؟ مش المناده طيب استخرج المناده طبعا معانا وبين إيه؟ وبين نوع لو بصنا للقطعة كده ونشوفنا المناده اللي موجود معانا ندور أملا في مستقبل أفضل وحياة مشرقة ما فيش حاجة أقامت الدولة مشروع وقناة السويس برضو ما فيش أي حاجة فيا شباب مصر أهو جات لي هنا هين يا شباب إيه؟ شباب مصر إنها فرصتكم يبقى المناده هنا عندي مين؟ شباب مصر طيب نوعه إيه يا مصر؟ عشان تستريح من قضية نوع المناده ده احنا قلنا قبل كده في شرح المناده إن المناده إما يجي لك كلمة واحدة أو كلمتين طيب نبص كده على الورق ونشوف إزاي ممكن يجي لنا المناده كلمة واحدة أو يجي لنا كلمتين نكتب بالقلم لاصمر أما يقول لي يا طالب أو يقول لي يا طالبا أو يقول لي يا طالب العلم أو يقول لي يا طالبا للعلم أو يقول لي يا محمد دو خمس كلمات للنداء كلمة طالب هنا المناده كلمة واحدة لو طالبنا هنا منادة واحدة وهنا كلمتين وهنا كلمتين و برضو هنا كلمة ايه كلمة واحدة لو جالك المنادة كلمة واحدة يبقى حاجة من ثلاثة يا إما منادة نكرة مقصودة يا غير مقصودة يا علم مفرد تاني هقول تاني المنادة لو جالي كلمة واحدة يبقى كم نوع حاجة من ثلاثة يا إما منادة نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة أو منادة علم ايه علم مفرد طيب أنا عرفنا نفرق ما بين النكرة المقصودة وغير المقصودة أنه بيبقى كلمة نكرة لو منصوبة تبقى غير مقصودة مرفوعة تبقى مقصودة العلم اللي هو المنادة اسم شخص أو اسم بلد يقول يا محمد يا أحمد يا مصر يا فلسطين يا عراق طبعاً دي كلها أسماء بلاد وأسماء أشخاص يبدأ منادة عالم إيه مفرد يبقى المنادة تاني لو كلمة واحدة يبقى منادة نكرة مقصودة غير مقصودة أو منادة عالم إيه مفرد طيب لو المنادة عندي كلمتين هيبقى حاجة من اتنين يا إما منادة مضاف يا إما منادة شبيه بالإيه شبيه بالمضاف المضاف بيبقى نكرة زي ايد معرفة عندي زي كلمة يا إيه يا طالب العلم عندي كلمة طالب والعلم بدون كلمتين طالب نكرة والعلم ما لها ما عرف يبقى ده منادة إيه منادة مضاف طيب المنادة الشبيه بالمضاف هيجي لك برضو كلمة نكرة بعدها حرف جر أو زرف زي طالبا للعلم اللام هنا حرف ايه حرف جر او يا واقفا بين الطلاب هنا بين ظرف ايه ظرف مكان يبا ده منادة شبيه بالايه بالمضاف يبا احنا كده خلصنا من مشكلة نوع المنادة كلمة او كلمتين كلمة نكرة مقصودة غير مقصودة منادة علم مفرد كلمتين يئما مضاف يئما شبيه بالايه شبيه بالمضاف كويس اوي يبا احنا كده عندنا كلمة شباب مصر شباب مصر طبعا تبقى الكلمة هنا منادة ايه منادة مضاف لانها كلمتين كلمة شباب نكرة طبعا وكلمة مصر معرفة يبدا منادة ايه مضاف لو قال لي بين حكمه اقول له معرب منصوب طبعا هنا منصوب علمت نصبه لايه الفتحة طيب بعد كده قال لي استخرج بدل البدل عندي ثلاث انواع بدل مطابق وبدل بعض من كل وبدل اجتمال طيب نوص معنا كده املا في مستقبل افضل وحياة مشرقة اقامة الدولة مشروعة قناة الايه السويس لحد دلوقتي ما فيش بدل انا مش شايف بدل يعني فياشه بابا مصر انها فرصتكم فرصة لارتقاء نخذنا من انواع البدل البدل المطابق بالتحديد انه بيأتي الكلمة زي التعرفة صح كده طب يدلل على كده يا مصر في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عرفوا تاني صراط الذين انعمت عليهم يبقى كلمة الصراط التانية دي هتتبقى ايه هتبقى بدل نفس الكلام هنا عندي انها فرصتكم انهي فرصة فرصة لارتقاء بوطنكم يبقى هي دية مين هي دية البدل بتاعي اللي نعاوزه نوعه بدل مطابق بدل ايه مطابق خلاص كده طيب لو حبيت عاربه عاربه زي اللي قبله اعراب البدل بدل اعراب البدل بيبقى ايه بيبقى بدل طيب بيبقى مرفوع او منصوب او مجرور تمام على حسب مين حسب اللي قبله لو اللي قبله مرفوع يبقى هو مرفوع لو اللي قبله منصوب يبقى هو منصوب لو اللي قبله مجرور يبقى هو ايه يبقى هو مجرود عندي كلمة فرصتكم إنها فرصتكم إحنا عربنا قبل كده إنها طبعا خبر إنه مرفوع يبقى إذن كلمة فرصة هتبقى بدل ماله بدل إيه بدل مرفوع طيب إنها فرصتكم فرصة الارتقاء بوطنكم بعد كده قال لي استخرج أسلوب للمدح وحدد الفاعل لما يقول لي استخرج أسلوب مدح يبقى استخرج الأسلوب كله طب عندي هنا المدح بيتكون من إيه عندي المدح فعل متح فاعل متح مخصوص بالإيه بالمدح يعني ثلاث أجزاء خد بالك لما يقول لي أسلوب لازم أكتب الثلاث أكتب الأسلوب اللي جاي لي كله في القطعة لما يقول لي إيه أسلوب أما لما يقول لي مخصوص يبقى بطلع المخصوص بس الشيء اللي أنا مدحته يبقى عندي هنا كده كلمة أو معلش تاني أسلوب المدح بيكون من فعل وفاعل ومخصوص طيب بعرف المدح إزاي المدح هيبدأ بنعمة أو حبذة نعمة طالب المكتهد حبذة العلم خلاص كده يبدأ متح الزم هيبدأ بإيه هيبدأ ببئسة أو بلا حبذة بئسة طالب المهمل أو بئسة أو لا حبذة لإيه لا حبذة الكذب تمام كده يبدأ أسلوب المدح وإسلوب الزم الخط بتاعه نعمة بئسة نعمة متح بئسة ذم حبذة ولا حبذة حبذة متح ولا حبذة بالإيه بالزم وبعدهم طبعا الفاعل والمخصوص طب ندور على الكلام ده اللي موجود معانا في القطع نبدأ بقى من بعد البدل ونعمة إنها فرصتكم فرصة الارتقاء بوطنكم ونعمة ما تحرصون عليه المشاركة الفاعل أيوة امسك بقى عندي إيه نعمة أهيه هي دي البداية نعمة طب هقول هو عايز هي عايز الأسلوب كله يبقى اكتب الجملة كلها ما سيبش منها حاجة ونعمة ما تحرصون عليه إيه المشاركة الفاعل الجملة دي كلها طيب نبدأ بقى نفصلها كده مع بعض ونعمة ما تحرصون عليه المشاركة الفاعل عندي نعمة هي فعل المتح ده فعل جامد خد بالك طيب نعمة ما تحرصون عليه الفاعل فين يا ترى الفاعل اللي بيجي بعد نعمة على طول ما بيفصلش بينهم فاصل خلاص يعني إيه يا مستر يعني الفاعل معنا كده إن الفاعل هيبقى كلمة ما ديت إزاي بقى هقولك أيوة طبعا إحنا مش خدنا أنه من صور الفاعل الفاعل له كم صورة الأول له أربع صور إما إنه يكون معرف بالألف واللم يبقى ما قولك نعمة طالب المجد يبقى كلمة الطالب دي معرفة بالألف والإيه واللم طيب وإما إنه يكون مضاف لمعرفة يبقى ما قولي نعمة صفة الطالب الإجتهاد يبقى عندي هنا كلمة صفة والطالب مضاف لإيه لإيه المعرفة أو إنه يقول لي يكون نضمير مستتر طب بعرف إزاي نضمير مستتر هيجي لك بعد الكلمة طبعا ناكرة بعد النعمة أو بئسة كلمة ناكرة إيه منصوبة معلش الحتة دي لازم نعملها بإيه بمثال عشان دي بيجي لنا كتير كتير في الإعراب نكتب كده المثال ده كده ونوضحه مع بعض أما يقول لي نعمة رجلا الأمين نعمة رجلا لإيه الأمين طيب أدي نعمة فعل اللي هو فعل المد الفاعل فين؟ أوه هتقول لي رجلا أزعل منك ليه؟ لإن كلمة رجلا هنا ناكرة منصوبة صح؟ طالما جات ناكرة منصوبة بقى الفاعل ضمير مستتر الفاعل ضمير إيه؟ الفاعل هنا ضمير مستتر خلاص؟ أما الكلمة رجلا دات يا مستر هعربها إيه؟ هعربها طبعا إعراب ثابت ما بيتغيرش أهو تمييز منصوب تمييز إيه؟ عشان ممكن يجيلك في الإعراب أكيد شفتوا الكلام ده كتير في قطع لإيه؟ في قطع النحو اللي موجودة كلمة بيجيلك إعراب ويسأل كلمة ناكرة منصوبة بعد نعمة وبئسة بنعرف على طول إن إعرابها تمييز إيه؟ تمييز منصوب يبقى المخصوص لنا فين؟ كلمة الإيه؟ الأمين طبعا ده مخصوص وإعرابه مبتدأ إيه؟ مبتدأ مؤخر مرفوع مبتدأ مؤخر ماله مرفوع جميل جدا يبقى احنا كده عرفنا الصورة التالتة من صور فاعل المت الصورة الرابعة بقى اللي هي معنا في قطعتنا هنا إنه يأتي اسم إيه؟ يأتي اسم موصول اسم موصول إزاي؟ حكتين يأم ما يأم من يأم ما يأم إيه؟ من يعني إيه اسم موصول يعني بمعنى اللذي أو التي أو الذين خلاص كده يبقى ونعمة ما تحرصون عليه ونعمة الذي تحرصون عليه المشاركة الفاعل ما بتيجي لغير العاقل ومن بتأتي لطبعا بتأتي للعاقل يبقى ونعمة ما تحرصون عليه المشاركة الفاعلة يبقى هنا فاعل المت هو كلمة إيه؟ ما ودي طبعا نوعه اسم موصول عشان ممكن يقولك وحدد نوع إيه؟ وحدد نوع الفاعل طبعا يبقى اسم إيه؟ اسم موصول بمعنى إيه؟ بمعنى اللذي جميل جدا طيب بعد كده هيقول لي ممكن استخرج اسلوب مد أو مخصوص بالمد واجب التأخير وعاويسكوا بقى تركزوا معايا في حكاية واجب وجائز في إيه؟ في اسلوب المد ده بالذات مخصوص بالمد مع نعمة وبئسة ممكن أجيبه في الأول وممكن أجيبه في الآخر يعني إيه يا مستر؟ يعني ممكن أقول الإخلاص نعمة الصفة وممكن أقول نعمة الصفة الإخلاص أنا بمدح الإخلاص اللي هو المخصوص مرة جدته في الأول ومرة جدته فين في الآخر يبقى ده على طول كده أفهم كده إنه جائز التأخير جائز لإيه التأخير يبقى المخصوص بالمتح مع نعمة وبئسة مخصوص بالمتح مع نعمة وبئسة الزم طبعا جائز لإيه جائز التأخير أما مع حبذة ولا حبذة واجب التأخير يعني ما ينفعش أجيبه في الأول تمام يعني ما ينفعش أقول الإخلاص حبذة غلط لازم أقول حبذة لإيه حبذة الإخلاص يبقى لما يقول استخلق مخصوص بالمدح واجب التأخير يبقى يعني على طول بتروح على مين على حبذة أو لا حبذة عندي في الجملة هنا طبعا وحبذة لإيه الإخلاص يبقى عندي كلمة الإخلاص ديت مخصوص طبعا بالمدح واجب لإيه واجب التأخير أما الفاعل المدح فين يا مستر هنا وفاعل المدح حبه الفعل والذة اللي اسم الإشارة طبعا هو ده فاعل لإيه فاعل المدح السؤال اللي بعد كده هيقول لي استخلق طبعا ممنوع من الإيه من الصرف وبين سبب الإيه سبب المنع طيب ندور كده على ممنوع من الصرف أملا في مستقبل أفضل وحياة ارجع ارجع رايح فين انت عديت كلمة ممنوعة من إيه من الصرف أيوة هي كلمة إيه كلمة أفضل دي كلمة ممنوعة من إيه ممنوعة من الإيه من الصرف ليه طرى ممنوعة من الصرف دي صفة وصفة على وزن أيوة صح صح على وزن أفعل يبقى كلمة أفضل صفة على وزن إيه صفة على وزن أفعل طبعا ده ممنوع من الصرف يا أولاد لسبب واحد أولاد سببين طبعا ده السببين السبب الأول لأنها صفة والسبب الثاني لأنها على وزن كلمة إيه كلمة أفعل طب إيه ممكن يا مستر في الممنوع من الصرف وممكن يجي لنا تاني من الكلمات الممنوعة من الصرف بيجي كتير جدا طبعا صيغة منتال جمهور وهي كل جمع تكسير بعد الالف حرفان او ثلاثة ايه احرف يا مستر دينا مثال عندي كلمة مساجد خلاص كلمة مساجد جمع ولا مفرد جمع وجمع تكسير يعني ايه جمع تكسير يعني اللي هي جمع مذكر سالم ولا هي جمع مؤنث ايه سالم طب افرق ازاي جمع المذكر السالم اخر وونون او يهونون زي مسلمين مؤمنين خلاص كده او مؤمنون خلاص كده طيب اما جمع المؤنث السالم اخره الف وتاء زي مؤمنات زي صالحات زي عاملات معلمات دي كلها جمع مؤنث ايه سالم اما جمع التكسير فلا اخره وونون ويهونون ولا اخره الف ويه وتاء زي مساجد منابر طبعا مصابيح مفاتيح طبعا كل الكلمات اللي قلتها دي اتمنوعة منين من الصرف منابر بعد الالف حرفين مساجد بعد الالف حرفين مصابيح بعد الالف ثلاث ايه ثلاث حروف ولكن قال لي في شرط في الثلاث حروف ديت ايه هو ان الحرف اللي في النص من الثلاثة لازم يكون ايه لازم يكون ساكن يعني يكون غالبا بيبقى حرف الياء ان هو حرف الا العلة زي مفاتيح مصابيح عراقيل تلاميذ طب لو قال لي تلاميذة هقول له لا كلمة تلاميذة دي مش ممنوعة من الصرف ليه مش ممنوعة من الصرف لان هي فعلا هي جمع تكسير وبعد الآلف ثلاث حروف لكن الحرف اللي في النص ماله متحرك تلاميذة نطقته بالفتح يبقى دي ليست ممنوعة من الصرف كذلك مثلها كلمة فلاسفة ايضا فلاسفة ليست ممنوعة من الصرف لانها ايضا بعدها ثلاث حروف وفي الحرف الاوسط في الثلاثة حرف متحرك وليس ساكن يبقى عندي كمان بعد كده الكلمة المنتهى بألف تأنيس مقصورة زي كبرى وعزمة وصغرى الكلمة المنتهى بألف تأنيس ممدودة زي صحراء خضراء صفراء انبياء او علماء وعظماء دي كلها كلمات منتهى بألف تأنيس ايه بألف تأنيس ممدود عندي بعد كده الاعلام العلم المؤنس واعلام البلاد لانها مؤنسة وطبعا بعد كده عندي العلم على وزن الفعل زي احمد ويزيد ويشكر العلم على وزن فعل زي عمر وزحل وهبل وقزح عندي العلم المنتهى بألف ونون زي ايدتان زي عثمان وعفان ومروان وبعد كده العلم المركب تركيبا مسجيا اللي هو الكلمتين بقى كلمة واحدة زي حضر موت بعلبك شرم الشيخ الى اخره طبعا بعد كده الصفات الصفة على وزن افعل الصفة على وزن فعلان زي عطشان وجوعان وعندي كمان الصفة اللي بتأتي للأعداد من واحد لحد عشرة اللي على وزن فعل ومفعل زي احاد وثناء وثلاث موحد ومثنى ومثلث وكلمة اخر اللي على وزن فعل وفي كلمة انسناها في الممنوع من الصرف السبب واحد اللي هو المنتهى بألف تأنيس مقصورة اللي هو كلمة زي كبرى وعظمة وصغرى وفضلة كده انا اجملت الممنوع من الصرف وطبعا طلعنا كلمة افضل ممنوعة من الايه ممنوعة من الصرف طيب نمط تاني من الاسئلة ممكن يجيلي في النح اجب بما هو مطلوب اطرابني صوت المؤذن اجعل الفاعل بدلا يا طرح هو الفاعل هنا فين الفاعل هنا كلمة صوت هو تقول ان الفاعل ان كلمة صوت دي مفعول به لا المفعول به اللي هو ياء المتكلم هو من اللي وقع عليه الاطراب انا اطرابني انا يبقى الياق هنا ياء المتكلم يبقى دي مفعول به يبقى الصوت هو اللي اطرابني يبقى الصوت ده ايه الصوت ده فاعل اجعل الفاعل بدلا اعمله ازاي هروح اقيل كده ها اطرابني المؤذن صوته اطرابني المؤذن ايه صوته يبقى انا كده حولت الفاعل اللي هو كلمة صوت حولته الى ايه حولته الى طبعا بدل بالاضافة طبعا باضافة الهاق الى المبدل ايه الى البدل لا تتعود على المبدل منه لها كلمة الايه المؤذن طيب عندي كلمة الشباب اجعلها في اسلوب نداء ثم اعربها والسؤال ده ايضا جهسة اللي فاتت في احدى المحافظات نحله كده مع بعض اما اقول لي الشباب نكتبها الشباب هنا طبعا ده كلمة معرفة بالالف بالالف واللام طبعا بنستخدم أيها أو آيات أيها مع المذكر وآياتها مع المؤنس طبعا أيها الشباب اعملوا بجد طيب المنادة هيبقى كلمة أي ناكرة مقصودة والشباب هيبقى كلمة طبعا إعرابه هيبقى ناعة مرفوع وعلامة رفعه وعلامة رفعه الضم تمام كده يبقى احنا كده حطينا كلمة الشباب لأنه منادة معرف بالإيه منادة معرف بال المنادة المعرف بال ما ينفعش أقول يا الشباب لازم نستخدم أيها أو إيه أو أيتها أيها إمتى مع المذكر وأيتها مع المؤنس وبعد تقول إن الكلمة المعرفة بال هي المنادة لا المنادة هي كلمة أي أو كلمة إيه أيت ودي يبقى منادة ناكرة إيه منادة ناكرة مقصودة وبالطبع بيبقى منادة ناكرة مقصودة مبنية على الضم فبالتالي كلمة الشباب هنعرفها إيه هنعرفها نعت مرفوع ودي كتير جدا بتأتي طبعا في قطعة الامتحان أنه طبعا إعراب كلمة الشباب عارف أنت طبعا اللي معت أيها وأياتها بيأتي طبعا نعت ونعت مرفوع ليه نعت مرفوع؟ لأنه زي ما قلنا أن النعت بيتبع المنعوت اللي هو بيجي قبله اللي هو كلمة أيها أو كلمة أيتها تمام؟ كلمة أيها وأياتها مبنية على الضم فبالتالي لازم أن النعت يكون مرفوع تمام كده؟ يبقى إحنا كده أعربنا كلمة الشباب ووضعناها كمان في إيه؟ ووضعناها في اسلوب إيه؟ اسلوب نداء لما يقولك ضحة في اسلوب نداء مش تخليها منادة لا لما يقولك ضحة في اسلوب نداء يعني اجعل الكلمة المعرفة بالألف واللام طبعا في اسلوب إيه؟ نداء زيها طبعا زي كلمة الله كلمة الله لما أجا ندع عليها كلمة الله بأعمل إيه؟ بقول اللهم طب منفع أقول يا اللهم؟ لا طبعا ما نفعش أقول يا اللهم ليه؟ لأن الميم في كلمة اللهم عوضت عن الإيه؟ عوضت عن الأداة الإيه؟ أداة النداء وده ممكن يجيلك في صوب الخطأ ممكن يقولك صوب الخطأ يا اللهم استجب لنا يبعطول الخطأ في ذكر إيه؟ في ذكر أداة في ذكر أداة الإيه؟ ذكر أداة النداء اللي هي طبعا إيه؟ اللي هي يا ما ينفعش تجمع يا مع أداة الإيه؟ مع أداة النداء وطبعا بنهاية أو بنداء كلمة الله بتنتهي حلقتنا وعلى أمل أن ألقاكم غدا بإذن الله تعالى انتظرونا في المراجعة النهائية إن شاء الله تكون مراجعة مفيدة ليكم ولينا بإذن الله تعالى وأترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته